السلام عليكم إخوان بعض المرات تكون تشاهد تلفزيون يعني تكون تشاهد برنامج معين وما هي إلا ثواني ستلاحظ بأن في التلفزيون تظهر معك هذه الرسالة مثلا طلب إقران بلوتوت مثلا جارك العزيز هذه المشاكل إخوان ويعاني منها أغلب مستخدمي تلفزيونات الأندرويد هذا المشكلة بأن أحد الجيران يكون قريب من التلفزيون ويطلب اقتران من خلال البلوتوت وهنا الحل يكون صعب جدا خصوصا بأنك إذا أردت مثلا إلغاء تضغط مثلا على إلغاء مثلا هكذا تعود للمشاهدة وبعد ذلك إخوان هو سيحاول أيضا الدخول من جديد على الجهاز مرة ثانية يعني سيحاول الدخول من جديد على جهازك كما تشاهد فأنا أشاهد هذا فيديو على يوتيوب ستشاهد بأنها ستظهر أيضا الرسالة من جديد إذن إخوان بالنسبة لحل هذه المشكلة إخوان أننا سنقوم بغلق البلوتوت فقط ونجعله مثلا فقط على الأجهزة التي لدينا هنا في المنزل مثلا الريموت والسماعات ومن خلال تطبيق سأعطيكم إياه إخوان ويمكنكم أيضا السماح لبعض الأجهزة وبعض الأجهزة لن يمكنها الاتصال هنا سنحل مشكلة الاقتران البلوتوت ليسببها لنا الجيران خاصة اللي يكونوا قاربين من التليفزيون أو من الأندرويد بوكس لذلك لا تذهبوا بعيدا إخوان سأقول لكم الشرح بعد هذا الفاصل أهلا بكم مرة ثانية إذن لحل هذه المشكلة إخوان سنحتاج إلى تطبيق بلوتوت سيتينك هذا التطبيق غير موجود في البلاي ستور لكن سأعطيكم إياه وتطبيق في شقه المدفوع أيضا سأعطيكم إياه وموجود في موقع محمد لله في التدوينة سأريكم إياه إخوان التطبيق لتحميله هناك عدة طرق إما تحميله من الموقع طبعا أسفل الفيديو تحملون التطبيق تضعونه في USB وتقومون بتنصيبه على جهازكم بالطريقة سهلة جدا أو من خلال داونلودر من لا يملك USB نجي على تطبيق داونلودر هنا تكتبون هذا الكود إخوان الكود 440871 هذا الكود إخوان وهو للدخول إلى موقعي اللي هو محمد لله دوت كوم هذا هو الإختصار إخوان سندخل على الموقع سأريكم التدوينة من خلالها سننزل تطبيق مع بعض إذا أول شيء إخوان نحن الآن في الموقع يتم الدخول على الموقع هذا هو موقعي نجي على هذه الثلاث شرطات كم منهم نشوفو هنا في الثلاث شرطات إخوان عن طريق الماوس نضغط عليها نجي على أندرويد وفي الأندرويد إخوان تجدون عدد من الشروحات تجيوا على هذا الشرح اللي هو كما قلنا طريقة حماية البلوتوت من المتطفلين والجيران كما قلنا ندخل على التدوينة طبعا تجدون هنا شرح مفصل ننزل للأسفل إخوان في الأسفل تجدون هنا التطبيق لتحميل التطبيق نضغط على بلوتوت اي تي في تنتظرون في هذه الصفحة طبعا هذه الصفحة إخوان جاري تحويلك الآن عشر ثواني ننتظر ليظهر معنا الرابط بعد ذلك نضغط على رابط الصفحة يتم تحميل التطبيق ننتظر تم تحميله كما تشاهدون الآن نجي على تثبيت وننتظر تنزيل التطبيق إخوان ونضغط على تم الآن قمنا بتنزيل إخوان التطبيق اللي سنجده طبعا في خانة التطبيقات من هنا سنذهب للأسفل نجد هذا هو تطبيق البلوتوت سيتينغ الآن دخلنا على التطبيق هذه الإعدادات إخوان سأشرحها لكم بعجالة لنرى ما هي هذه الإعدادات إخوان الإعدادات التي تكون على الجهاز إخوان جهازكم هي أربع اختيارات الإختيار الأول هو فالي ديسكوفيرابل أند بيرابل يعني هنا تسمح لجميع الأجهزة طبعا الوضع الإفتراضي نسمح لجميع الأجهزة أن تتصل مثلا لو جينا على البلوتوت هنا تشاهدون بأنه ظهر مع جهاز المي بوكس اللي نشرح عليه هو جهاز المي بوكس سأتصل به ستشاهدون بأنه سيسمح للآن بالإقتران ها هو تم الإقتران أو يطلب الإقتران هذا هو المشكلة التي تعانون منه إذن الآن لو نزلت إلى الخيار الثاني هنا يمكنني أن أحجب بعض الأجهزة اللي هي تظهر أو من الأفضل إخوان قوموا بإقتران البلوتوت الخاص بكم السماعات وغيره وبعد ذلك اغلقوها من خلال الخيار الثالث من الأفضل من خلال هذه الخيار اللي هو Limit To Device Already Paired وهنا في الخيار الرابع إذا أردنا إخفاء البلوتوت نهائيا هنا طبعا لن تتصل أجهزتكم مثل الريموت وغيرها من الأجهزة إذن ما الأفضل على الخيار الثالث شاهدوا الآن إخوان ها هو المي بوكس هنا مثلا سأحاول أن أتصل لكن يقول لك بأنه لن يسمح لي بالاتصال بالجهاز حتى بأنه يظهر لكن شاهد هناك Call Connect وحاول من جديد والآن تهنينا من الجار الذي يزعجنا إخوان نهائيا شاهدوا بأنه أرى ما أن الجهاز يظهر لكن لن يمكننا الإقتران نهائيا أحاول وأحاول مع ذلك لم تأتي الرسالة في حين إذا قمت بالسماح للأجهزة أن تتصل نقوم بإرجاعه هنا على الخيار الأول كما تشاهدون والآن طبعا ستشاهد بأنني عندما أتصل من جديد سيسمح لي هذه المرة لأنني أعطيته الفوق تشاهده بأنه سماح لي بالإقتران إذا أفضل خيار بالنسبة لي أنكم نلغيها من هنا أفضل خيار هو الخيار الثالث يعني تقومون بشرك جميع أجهزتكم سواء كانت ريموت أو كانت سماعات وبعد ذلك تغلقونا بالخيار الثالث هذا تبقى نفس الأجهزة التي هي متصلة مع الجهاز فقط عندما تريدون إضافة جهاز معين جديد تفعلونها هنا في الخيار الأول لذلك خلوها على هذا الجهاز على الخيار الثالث إذا هذا هو الحل إخوان هذا هو الحل لإزعاج الجيران الجيران مزعجون وصراحة هذه العادة الكبيرة من الرسائل وصلتني في الواتساب وبعد الاستفسارات أستاذ محمد كيف نحل هذه المشكلة ليعاني منها خصوصا مقاهي هناك بعض المقاهي يعانون من هذه المشكلة يكون التليفزيون في مقاهي والكل يريد الاتصال بالبلوتوتوث ويسبب إزعاج تكون تشاهد مقابلة معينة أو فيلم فيزعجك تلغي الأمر يدخل من جديد تلغيه كما شاهدتم في الأول إذا هذا هو الحل إخوان للتذكير التطبيق هذا موجود الآن على جهازنا محمي بالمرة والرابط في موقع محمد لله هناك الرابط إخوان أو من خلال الكود اللي أعطيتكم إياه تدخلون على الموقع وتحملون التطبيق اللي أعطيتكم إياه هناك هدية أتمنى أن الدرس قد أفاد بعض منكم أو أفاد الجميع اشتركوا في القناة والتعليق إذا أحببتم نلتقي في درس قادم